ثلاث أسئلة مهمة واحد ما هو تاريخ اكس اثنين ليش مهم ثلاثة كيف سيؤثر ذلك على أسواق هذه محاول حلقة اليوم وخلينا ندخل في الموضوع قبل ما نتعرف على تاريخ اكس لازم نرجع بالقصة لوعه أول شيء ما هو سقف الدين في 1917 ميلادي قامت الولايات المتحدة الأمريكية بوضع السقف للدين بمعنى أنه أمريكا تقدر تقترض لكن إلى حد هذا السقف أكثر من كده ما تقدر تقترض طيب ليش دولة زي أمريكا تحتاج أنها تقترض أي دولة في العالم بكل بساطة عشان ما ندخل في موضوع شائكة لما يكون دخلها أقل من مصرفاتها تحتاج تقترض فعلشان كذا أمريكا حتى تسقف للدين طيب هل مرت الولايات المتحدة الأمريكية بفترات أنها تحتاج تقترض وسقف الدين تم الوصول له نعم إيه سوت في تلك الحالة قامت برفع سقف الدين وقامت بذلك عدة ماضات آخر مرة كانت في عام 2021 ورفعت سقف الدين حتى وصل تقريبا 31 إلى 32 تريليون دولار أمريكي طيب السؤال الثاني ما هي آلية رفع سقف الدين هل يجي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يقول أفعولي 10 تريليون دولار أمريكي أو كيف هي الطريقة بكل بساطة الآلية أنه لازم الكونغرس يوافق على رفع سقف الدين وبعد ذلك يصدر هذا القرار إلى البوتوس أو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية والذي بدوره يوقع ويوافق على هذا القرار طيب أنت قاعد تقول تقترض الولايات المتحدة الأمريكية كيف ممكن تقترض الولايات المتحدة الأمريكية بكل بساطة تقوم بتصدير سندات لأفراد أو جهات داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو خارجها وهذه السندات لها قيمة وبهذه الطريقة تقدر تقترض الولايات المتحدة الأمريكية وشراء هذه السندات الأمريكية يعتبر أحد أكثر طرق الاستثمار أمانا لأنه من المعروف عن الولايات المتحدة الأمريكية أنه دائما تسد ديونها فالموضوع زي ما تقول كله بشكل كبير مبني على الثقة أنت الآن فهمت الأساسيات ننتقل للمشكلة اللي حاصلة حاليا المشكلة اللي حاصلة حاليا أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج أنها تقترض فلوس تحتاج فلوس ولكن هي أوردي وصلت إلى سقف الدين فالآن ما تقدر تقترض حتى يتم وفع سقف الدين هذه هي الإشكالية اللي حاصلة بكل بساطة طيب ليش إشكالية؟ ليش ما يوفع سقف الدين وخلاص؟ لأنه في خلاب ما بين الجمهوريين والديمقراطيين على الموافقة على هذا الأمر فجاءت وزيرة الخزانة الأمريكية وقالت تاريخ 1 يونيو هو التاريخ اللي لازم نعرف فيه قرار هل سيتم وفع سقف الدين أو لا لأنه لو جاء هذا التاريخ وما في قرار وما في اتفاق هذه ستكون أول مرة لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تسدد ديونها بمعنى آخر كأن البلد أفلست وهذا أول مرة يحصل في التاريخ إن حصل إذن توقع لنا ثلاث أيام حتى الإقرار برفع سقف الدين إذا جاء 1 يونيو وافقوا على رفع سقف الدين فالأمور على ما يرام تستطيع أمريكا الاقتراض راح يكون عندها فلوس وراح تقدر تسدد ديونها وهذا راح يكون إجابة على الأسواق بشكل عام على مدى قصي إذا جاء 1 يونيو وما في اتفاق هذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع تقترض فلوس فبالتالي لا تستطيع تسدد ديونها وهذا شيء أول مرة يحصل في التاريخ إن حصل وهذا راح يكون سلبي جدا على الأسواق الأمريكية وأيضا عن العملات الرقمية لترابطها الترضي بالأسواق الأمريكية التقليدية أيضا معلومة أخرى لازم تعرفها إذا ما سأل فيه اتفاق على رفع سقف الدين إلى 1 يونيو هذا ما هو راح يأثر فقط على الأسواق التقليدية الأمريكية وأسواق العملات الرقمية بشكل سلبي راح يأثر على دول واقتصادات وجهات كبيرة لأنه زي ما قلنا في أول الحلقة كيف تقترض الولايات المتحدة الأمريكية سندات أمريكية تعطيها لجهات أو أفراد داخلية أو خارجية فبالتالي لو في جهات أو أفراد خارج الولايات المتحدة الأمريكية عندها هذه السندات وجاء واحد يونيو ما تفق على رفع سقف الدين فبالتالي هذه السندات ما راح تسوي شيء كثير تبدأ أحجار الضومنة بالسقوط خارج الولايات المتحدة الأمريكية وتبدأ الكثير من الأفراد والجهات يعلنوا إفلاسهم فعلشان كذا هذا ما رح يؤثر على أمريكا فقط هذا قد يسبب أزمة مالية عالمية لكن لازم تعرف أنه تاريخيا ما قد حصل في يوم من الأيام أن الولايات المتحدة الأمريكية حتاجت أنها ترفع سقف الدين وما رفعت سقف الدين لكن هذه الإثارة دائما تحصل قبل الاتفاق على رفع سقف الدين وجد نظري بكل بساطة قبل 12 ساعة تم الاتفاق بشكل مبدئي على رفع سقف الدين وباقي فقط الإقرار بهذا الأمر وأعتقد من الآن إلى 1 يونيو سيتم الإقرار على هذا الاتفاق وسيتم رفع سقف الدين وستنحل هذه المشكلة وإثارة الجدل اللي حصل في كل وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التقليدية وعلشان كذا لو تلاحظت تشوف السوق مرتفع نوعا ما اليوم لأنه حصل الاتفاق المبدئي على رفع سقف الدين وإن تم الإقرار بذلك هذا راح يكون تأثير وجابع المدى القصير على الأسواق سواء كانت التقليدية أو رقمية على سيرة الأسواق خلينا نروح لتشارة البيتكوين على الفاصل اليومي ونحدثه سواء هذا البيتكوين موجود أمامنا على الفاصل اليومي ونلاحظ الإيجابية الموجودة بسبب الأخبار المنتشرة عن الاتفاق المبدئي على رفع سقف الدين أهم الأرقام اللي نركز عليها لليوم هي التالي المقاومة الأولى هي 27500 دولار أمريكي تليها 27300 دولار أمريكي تليها 28650 دولار أمريكي والمقاومة الأشرص ورقم الصعب هو 29500 دولار أمريكي أما بالنسبة للدعوم فلدينا الدعم الأول 26000 دولار أمريكي والدعم الثاني 25250 دولار أمريكي تقريبا أيضا لا ننسى أن هذه الأرقام بزوائل لذلك سأقوم بتحديثها على قناة التليجرام العامة بشكل يومي وأيضا رح حاول قدر الإمكان وقدر المستطاع هذا الأسبوع أني أفصل في التحديث بشكل أكبر وهذا رح يكون على قناة التليجرام العامة أيضا نشاهد من ضمامك هناك رح تلاقي رابط في أول تعليق مثبت أسفل هذا الفيديو وبكذا وصلنا نهاية حلقة اليوم لا تنسوني أنا والديني من دعاكم أكتم من صلاة الحبيب عليه الصلاة والسلام في أمان الله